حالتنا لليوم بتتويج هادي فخر الدين ملك جمال لبنان لعام 2021 برنامج بيروت أكيد كان حاضر خلال التتويج يلي كان هادي السنة مميز وطبعاً كان عنا لقا مع منظم الحفل نيضال بشراوي يلي حبي يخبرنا عن الأمور المميزة يلي حرص أن تكون موجودة بهذا الحدث تانكيو فابيان ودايماً أنت مرفقتين بكل شي يمكن هادي السنة هي شوية مختلفة عن السنين الباقيين لأنه ما كان في حفل مثل يلي تعودنا نشوفه الحفل السنة كتير مختلف مسميينو بيروت لأن الإفنت بتحكي عن بيروت الشباب عم بيصوروا ريبرتاجات كلهم سواع عن بيروت كانوا بالستوديو مع لجنة الحكم لجنة الحكم نقت المفروض عشرة بس استثنائياً الديفايف هو بنقت ثلاثة كان كل واحد عم بنقت ثنين هي نقت ثلاثة صاروا 11 شخص يلي بقواسلوا معنا للمرحلة النهائية كل شي تعودنا عليه نشوفه بالسنين السابقة يعني من لوحات راقصة وميو كل هول منهم موجودين السنة يعني اخدين كتير بعين الاعتبار للوضع يلي نحن فيه البلد ويمكن نحن الحفلة عملناها هادي السنة بهذه الطريقة لأنه عندنا إيمان أنه لبنان رح يرجع رح يرجع أحسن من مكان والحياة أكيد مستمرة ما فينا نوقف متل ما كل هالبلد وقف لأن في كتير محلات كان المطلوب أنه البلد يوقف وما بقى نعمل شي وأصرينا أنه يكون فيه انتخاب ملك جمال لبنان لأنه متل ما لحظتي يمكن بغير إيفنتات أو حتى بملكة جمال لبنان إلى أربع سنين ما عنا تمثيل للبنان بالمحافلة الدولية لهالسبب نحن عمنا اللايسنز لبرة والشباب مجبورين من شهر الجاي يبلش يسافر يمثلوا لبنان بما أنه نضال في شراوي كان عم بخبرنا عن تمثيل خارج لبنان فأكيد أن البديهة نسأله شو الرسالة اللي رح يحملها معه هالسنة الملك الرسالة اللي رح يحملها ملك جمال لبنان أنه هو أول شي لما يسافر بده يفرجي أجمل صورة عن لبنان بده يفرجي أنه نحن شعب منستاهل نعيش وأكيد نحن عنا إيمان أنه لبنان راجع وأنه عنده مشروع بده يمشي فيه حتى كل السنة هو بده يجرب قدمة فينا أنه يساعد يعني يفوت مع الامجي اوز يفوت مع الجمعيات نقدر نساعد يمكن لو بي شي بسيط قدمة بنقدر الناس يلي ضررت بانفجار بيروت الناس يلي ضررت بالمصاري السرقولة ياها بالبنوكة بكل شي يعني بدنا نجرب قدمة فينا نعمل على قدمة نحن بنقدر من بعد ما خلصنا حديثنا مع منظم الحفل نضال في شراوي ما كان إنا غير ننتقل لملك جمال لبنان هادي فخر الدين فتعوا معنا حتى نشوف شو كان رد هادي بس نناله شو هي اللي تغير فيه من بعد حفلة تويش ما بعد إنسان عاضي بس أنه عندك لأ ملك جمال لبنان فيه عندك أخبار كنت تعاملية قبل بطل فيك تعاملية قبل لأنه فيك تقولي صورة قدوة لكتير ناس بيتمثلوا فيك فبديك تنتبه على تصرفاتك كوزيو انفلوانس عالم تاني فبنا ننتبه على تصرفاتنا وشعلا نطلع بأحسن صورة العالم تتمنى تشوفنا فيها مثل ما بنعرف إنه هادي فخر الدين كان من عدة سنوات له مشاركة بحفل ملك جمال لبنان ولكن ما حالفه الحظ فكان من البديهي نسأله إذا هادي المرة كان عم بيشعور إنه اللقاب قريب كتير إنه ياخده لكن السنة كانت كتير صعبة لأنه مثل ما شفنا الشباب سلمتهم كل واحد كان بيستاهل وشفنا توب سكس يعني هادي كانت سترس أكتر بمناسبة مشاركتي قبل لكن ما خاص لأنه كل واحدة إلا إكسبرينس قبل أنا ما حلفني الحظ واشتغلت أحالي لأوصل إلى محل أنا فيه هلأ والحمد لله حلفني الحظ وقالله كان معي وقدرت جاوب على الأسئلة بما إنه دايما حشريتنا بتدفعنا نطرح بعض الأسئلة فأكيد قلنا له شو كنت عم بتفكر لحظة التتويش شو كنت عم بتفكر فيها أهلي أهلي برأيكم شو قالت له أمه قبل ما يجي على التتويش كانت بصرة بدأت فيق بكير أنا قلت له أنه ما تفيق بكير ساعة ستة الصبع بس حرام ما قبلت إلا ما أظهر من الباب وظهرت نهية من الباب وعم تدعيلي يعني وهذا شيء أكيد بهدية لأهلي لأنه هني كتير تعبوا معي ووقفوا حديه ولكل حدا بيحبني ولكل حدا عم يحضرنا أكيد أكيد سألنا له هادي عن مشروع يلي رح يحمله طيلة تقويلاته المشروع اللي هنعملو حاليا برغم الأوضاع اللي عم نقطع فيها ببلدنا هنجرب أمن كل شي بقدر عليه من أدوية من برة من أدوات سمانة من محروقات من غاز هنجرب التواصل مع الناس اللي علاقة بهالموضوع اللي هنجرب نأمن لكافة المناطق المهمة شي دولية مثل ما بيقولوا أعلميا وحبينا نستفزه شوي لهذه فقالنا له كيف رح تكون ردة فعلك إذا تعرضت للهجوم من كبل أشخاص رح يعتبروا أنه أنت أخدت اللقم من قدام غيرك بخاصة أنه كان إلك مشاركة بالسنوات الماضية ومحلفك الحظ برجع بقلك أنه الأنبياء ما قدروا يرضو كل الناس فأنا مكيد ما هيقدر أرضك للناس بس بدي أقول لك الواحد أنه ما يستسلم يعني فيه معقولي تفشل نهار اثنان ثلاثة أربعة بس حيجي نهار توصل للي بدك ياه وانا حسيت حالي أنه ما فشلت نلت نتيجها بس حسيت حالي بقدر أخد نتيجة أكبر فقررت أنه أشتغل أحالي وأتعب أحالي لو أصل المحل أنا فيه هلأ وبعدين وهلأ بلشنا هلأ الصعب يعني ما فيه أخد ملك جمال لبنان أقعد حض أجر أجر يعني قبل عملت فيديو كليب رغب علامة والهيبة ولأ ملك جمال لبنان فبندنا نكمل بما أنه هادي ذكر مشاركته بمسلسل الهيبة فكام من البديهة نسأله اليوم من بعد تتويجه بلقب ملك جمال لبنان إذ رح يحط شروط لقبول أي عمل مع احترامي للجميع بس لكن لا ما كل الناس بدي يجيني بدي قريبا بتماعهم بدي أدرسوا مظبوط إذا كان بناسب بناسب لدور اللي لازم أعمله بدي أشتغل معه إذا كان ما بناسب كأكيد ما حادر أعمله يعني سبق وصارت قبل نعرض عليه كذا شغلي قبل ما أكون مستر لبنان بس ما كان مناسب فما قدرت أخده يعني لأنه عم بدر استمثيل أنا فعليا يعني ومكمل فيها خلال تواجدنا بالحدث يلي التواج فيه ملك جمال لبنان للعام 2021 لاحظنا أنه الأزيق يلي ارتدوها كانت كتير مميزة وملفتة فطبعا ما كان إلنا غير نشوف المصمم ماريو متري ولي خبرنا أكثر عن هاي البدلات يلي ظهروا فيها هذه السنة مثل كل سنة نحنا معودين نكون عشي جديد وهذه السنة العشرة نحنا مع مستر لبنان السنة عامين عامين ديزاين جديد بيليق بالشباب أفانجارديست بعد ما حدا نشايفه يعني إطلالة جديدة حرصنا أنه تكون شباب لكي وبنفس الوقت فيها تاتش جديد بتليق بشخصية ملك جمال لبنان رح تشوفوا تصميم كتير جديد منه متشابه ما في بابيون ما في كرافات ما في قميس ما في شي جاكات بس بتحكي عن حالة هو التصميم بالجاكتات تقريبا تبعنا الكل ما والكل الصيني القديم اللي كانوا يتبعوه بس طورني والفاينل فايف لأنه نحنا بأصر بلبنان اسمه معروف بأصر سرسو كمان اللبسناه شي خاص بلي بتتويج بأصر اشتركوا في القناة